إلى ذلك شدد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني على ضرورة الوقوف على معوقات عمل الشركات التركية في العراق لافتاً إلى أن الموافقة تمت على منح صلاحية للسفارة في أنقرة بمنح تأشيرة مباشرة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك هناك شركات تركية عاملة بشكل فاعل في العراق قبل أسبوع افتتحت مستشفى فخامة الرئيس في البصرة ونفذ من قبل شركة تركية لم يكن مستشفى وإنما كان مدينة طبية بأحدث المواصفات والتجهيزات ومن المؤمل أن نفتح مستشفى آخر خلال فترة قريبة أيضاً بتنفيذ من نفس الشركة التركية لذلك العراق بكل قطاعاته الرسمية والخاصة جاد للعمل مع الشركات ورجال الأعمال الأتراك لأننا وافقنا ومن خلال الأزارة الداخلية على منح صلاحية للسفير العراقي في أنقرة والقنصليات العراقية في تركيا بمنح التأشيرات بشكل مباشر بدون تأخير هذه المعضلة التي كانت تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الأخوة في تركيا ترجمة نانسي قنقر